عسلامة ومرحبا بكل مستمعينا من داخل تونس ومن خارجها مرحبا بكل متابعي صفحتنا مرحبا بكل متابعي تحاليلنا السياسية وحلقاتنا وتنويرنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وفي كل المواقع الجزيدة بتاع اليوم نحب نحكي فيها على عيد الجلاء وباش ناخه جانب فقط باش نعمل فيه أنيتا دو كومباريزون للتوانسة اللي يخمموا والتوانسة اللي يفهموا ولشباب تونس خاصة اللي لا يعرفش عشنو معناها عيد الجلاء واحنا كنا نحتفلوا ونحيوا في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا منذ يومين دونك باش نحكيوا هنا على الحكمة اللي يلزم نخرجوا بها الحكمة السياسية كيفاش بالمراحل تنجم تحقق أهدافك وهات ناخذوا اكزامبل توا من عيد الجلاء نمشيوا الفلسطين توا احنا هنا ضربة ضربتين هازين عالم فلسطين وفي شارع الحبيب بورقيبة عالم فلسطين وفي أي مسيرة عالم فلسطين وناس تعيد فلسطين فلسطين ونحروا فلسطين كيفاش مشتحررها فلسطين؟ عمليا هات نرجعوا لهنا لخطبة أريحة في الستينات تره نتخيلوا الفلسطينيين إخواننا إذا كانت طبقوا لكلام هذاك ومشيوا برأي زعيم الخالد لحبيب بورقيبة اللي مشي لهم وقترح عليهم الشي هيك رهم ما همش يتحاربوا اليوم على أربعة متر وفي غزة رهمو مش هذا حال فلسطين اليوم رهمو مش هذا حال شعب الفلسطيني اليوم هذاك عليش نقول بنزرت ما لقاتش نرجع تول بنزرت ونرجع للجلاء التونسي ما لقاتش شكون يفهمها كوميلفو ما لقاتش شكون يعطيها القيمة التاريخية متاحها في جلاء أخر جندي احتلال فرنسي في تونس فما برشا نقد البورقيبة على بنزرت نتفكره وعلى الاستقلال الداخلي ولا اعتبره خاين ولا اعتبره عاميل فرنسا وتتفكره هيك الاتهامات هذيك بالعمالة إلى أخيره التي وجهت للزعيم بورقيبة لكن في الأخير شنو نقول نقول السياسة نتائج بعد مخرج آخر جندي فرنسي من تونس ومن أراضي تونس شنو اللي صار في تونس صار في تونس تعميم التعليم تحيير المرأة توحيد التعليم توحيد القضاء مجلة الحوالي الشخصية تونست الأمن تونست الأراضي التونسية تأميم الأراضي الزراعية لهو مهم ومهم جدا وهذا ما وحدهم كل وحدة أتروحة تعمل تام وحدها ونجمو نعملو حلقة عليها وإن شاء الله تونبرمجو فيهم حلقات به هذي الكلو مجايش من ذربة واحدة هذي الكلو جاي على ما راح وهذه هي اللي نحكيه أحنا توى الثورة الحقيقية لأنه كيف تربط انت توى بالواقع ما معنى ثورة شنية الثورة؟ الثورة هي تحويل مجتمع من حالة إلى حالة أخرى أحسن منها فهمنا كيفاش؟ مع ضمان الديمومة للحالة الثانية الحالة اللي هي الحالة الأحسن لونك هذا هو اللي عمله الزعيم الراحل اللي حبيب بورقيبة وهذاك عليش في برشا مداخلات احنا نقوله بورقيبة هو الثائر الوحيد السياسي الثائر الوحيد في تونس وأكبر ثوري في تاريخ تونس لأنه قام بثورة فعلا ثورة فكرية مجتمعية غير بيها نمط مجتمعي غير بيها نموذج مجتمعي رجعي منغلقين معناها رافض للحداثة رافض للتطور رافض للمثاوات رافض للقيم هذي الكلها فالزعيم بورقيبة قام بثورة بكل المقاييس هنا خنشوفه في تونس مثلا بعد 14 جنفي موم يحكي وقالوا وقعت ثورة في تونس في 14 جنفي يلاحد الآن شنين نتائج متاع الثورة؟ شنين البيلوم تاع 14 جنفي شنو هو هاي تعطيونا البيلوم تاع 14 جنفي خلاف انتشار الأفكار الرجعية والمتطرفة خلاف تغلغل الإسلام السياسي في كل الإدارات وفي كل الوزارات خلاف تمكين الإسلاميين والإخوان من سدة الحكم في تونس والعميل اللي عملوها ذاك الكل خلاف تسفير شبابنا البؤر التوتر وتصنيف تونس على أساس من أكبر مروجي الشباب الإرهابي للعالم ومن أكبر داعمي الإرهاب في العالم السنديق الاجتماعية فالسة اللي تاع إيكونوميك الحالة الاقتصادية متاع البلاد معناها حدث ولا حرج صورة تونس في الخارج حدث ولا حرج اللي تاع ديبلوماتيك متاع البلاد الوضع الديبلوماسي للبلاد التونسية والوضع الخارجي للبلاد التونسية في تقهقر دائم شنين حاجة البوزيتيف اللي جيت بها شنين حاجة الإيجابية اللي جيت بها 14 جانفي يعني مؤامرة بكل المقاييس على تونس وعلى شعب تونس وإحنا هنا من الجلاء منتاع بن زرت هنا خرجنا وتعمقنا وقارننا بتجارب أخرى قارننا بفلسطين قارننا أيضا بـ 14 جانفي وهذا هو شنو معناها دعوة للتفكير ودعوة للتنوير ودعوة لإعمال العقل ودعوة للمراجعات والنقد الذاتي ترجمة نانسي قنقر